الذي يعيش أزمةً تلو أخرى، أصبح اليوم مثقلاً بالتدخلات الخارجية التي تفرض أجنداتها كما تشاء داخل الساحة اللبنانية، في ظل حكومةٍ ضعيفةٍ تأتمر هي الأخرى بإملاءاتٍ من طهران أو باريس وغيرهما، فقد باتت لبنان مستباحةً للجميع، إيران التي تتمدد هنا وهناك، وكما أصبحت تفرض على العراق ما تريد ومتى تريد، فإنها تتدخل وبشكلٍ كبيرٍ في لبنان من خلال وكلائها وميليشياتها، مثل حزب الله، الذي ساعدته في السيطرة على بيروت واقتصادها، حتى أصبح يصادر ما بين خمسمائة مليون دولارٍ إلى مليار دولارٍ سنوياً من الاقتصاد اللبناني، وفقاً لتقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. فرنسا تمارس نفوذها أيضاً في لبنان مع ما تعيشه من أزمةٍ داخلية، وتعد نفسها وصيةً عليه، ويتصرف ماكغوم مع هذا البلد، وكأنه ولايةٌ من ولايات فرنسا، فيضغط باتجاه حكومةٍ وفق هوا باريس، ويحذر من أنه دون تشكيل حكومةٍ ذات مصداقية، لن يحصل لبنان على المساعدات المالية لانتشاله من الأزمة المالية المتفاقمة، ويتكلم مع اللبنانيين كرئيسٍ لهم، ويعنف بياد قشترانج التي تدير الحكومة. وها هو رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يصرح بأن الطريق إلى تشكيل حكومةٍ لبنانيةٍ جديدة مسدودٌ بالكامل، وأن البلاد دخلت في نفقٍ لا تعرف كيف ستخرج منه، وحالٍ يرثى لها، معرباً عن أمله أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل مكوه من تقديم المساعدة. وهكذا يعيش اللبنانيون بين صراع السياسيين وأحزابهم على المناصب في الحكومة القادمة، وبين أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقة. هذا ويرى المراقبون أن طرح الحريري لتشكيلته الحكومية يأتي من أجل وضع الجميع أمام الأمر الواقع أو مواجهة عقوباتٍ أوروبية. يأتي ذلك مع تصريحات الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوباتش، الذي شدد على نزع سلاح الميليشيات، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يتولى زمام الأمور في لبنان، لكن على السياسيين القيام بواجبهم. اشتركوا في القناة